عن أوضاع الأطفال في العراق ووقوعهم ضحايا للإنزاعات السياسية والأسكرية تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني أهلا بك دكتورة فاطمة يعني كما تعلمين تقرير أممي يكد وقوع انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في العراق ما بين قتل وتعنيف على يد قوات الأمن الحكومية وميليشيات الحشد عام 2021 يعني العام المنصرم وليس قبل أعوام عدة السؤال هنا هذه الأزمة مستمرة في ظل ظاهرة الإفلات من العقاب كيف تعلقين على ذلك؟ نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحيكم وحي مشاهدكم الكرام يعني الحقيقة التقرير الأخير يعني لا يختلف عن التقارير السابقة التي تؤكد على مع الأسف الشديد للوضع المأساوي الذي يعيشه الأطفال في العراق طبعا كما ورد في تقريركم يعني الكثير من الانتهاكات والجرائم قد حصلت بحق الأطفال في العراق بمختلف الفئات العمرية من قتل إلى تشريد إلى تسرب من المدارس إلى عدم الوصول إلى الرعاية الصحية أو التعليم العمالة الأطفال وغيرها انتهاكات التي تقوم بها الميليشيات من خلال تجنيد الأطفال أو حتى قتل الأطفال أو استغلالهم الكثير الحقيقة من الانتهاكات والجرائم التي تحدث بحق الأطفال وكما تفضلت يعني لا زال المجرمون طلقاء لا توجد محاسبة لا توجد مقاضات لا توجد تطبيق للقوانين في العراق وخاصة القوانين التي تؤمن الحماية للأطفال والاستمرار والحفاظ على حياتهم وهذا طبعا هو أهم الأساسيات التي تضمن للشعوب حياتها وخاصة الأطفال الذين يحتاجون لهم الأكثر فئات التي تحتاج إلى الرعاية والحماية دكتورة ما الدور الذي تلعبه الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة تحديدا في الفترة من 2003 وحتى يومنا هذا وانعكاس هذه الأدوار على واقع الأطفال في عموم العراق تفضلي يعني هذه الصراعات التي مرت على العراق بداية بالعدوان الأمريكي على العراق وما قامت به الحكومة من عمليات عسكرية ضد المدنيين أدى إلى الكثير من عمليات القتل للأطفال تشريد وتيتيم الأطفال يعني الآن هناك لا يزدال النازحون في المخيمات والذين يعانون من أسوأ الظروف وخاصة الفئات الأطفال الذين لا يتمتعون بحق الوصول إلى التعليم أو حتى الحصول على الوثائق الإثباتية التي ممكن أن تضمن لهم الحصول على لقمة عيش كريمة يضمن بها حياتهم أيضا حياة الأطفال هي بنفسها معرضة للخطر من خلال حتى تواجدهم في المناطق التي جهدت عمليات عسكرية فانتشار الألغام انتشار العبوات التي لم ينفجر في هذه المناطق أكثر ضحاياهم من الأطفال الذين يصابون إذا لم يموتوا نتيجة هذه التفجيرات فربما يؤدي ذلك بهم إلى حصول إعاقات لهم أصلا العمليات العسكرية أدت إلى حصول إعاقات كثيرة لدى الأطفال وجودهم في ظروف سيئة أثرت كثيرا على نفسية الأطفال فقدانهم لآبائهم جعلهم المعينين لعوائلهم مما الدائلات تسربهم من المدارس وإلى استغلالهم من قبل الكثير من الجهات وترى كيف أن التسول أصبحت ظاهرة كبيرة في العراق وعلى رأسهم الأطفال الذين يعانون من الاستغلال بناء على ما تفضلت بذكره دكتورة فاطمة وحديثك كان عن فئات واسعة من الأطفال في العراق للأسف بلا حماية ولا حقوق السؤال هنا إلى أي مدى يؤشر ذلك بأن أطفال العراق خارج نطاق تفكير الحكومات المتعاقبة الحقيقة يعني الأطفال هم فئة من فئات الشعب العراقي والمعروف أن الشعب العراقي هو خارج كثير يعني الحكومات المتعاقبة من الاحتلال الأمريكي للعراق كل الذين جاءوا على رأس السلطة في العراق جاءوا لأجل ما تصالحهم الشخصية ولأجل الحصول على مكاسب منها الوصول إلى السلطة والحصول على مكاسب مادية وغيرها وجود أيضا حتى الميليشيات بهذه الصورة الطليقة والمطلقة زادة من تفاقهم مشكلة الأطفال وما يحدث ضدهم من انتهاكات ومن حرمانهم من حقوقهم حتى حقوقهم في العيش والأكل والشرب والاستمرار حياتهم الذي يحدث في العراق هو عملية فقط مجرد الحفاظ على العملية السياسية والحفاظ على مكتسبات هذه الأحزاب والميليشيات أما الأطفال وحقوقهم فهم لا يعترفون أصلا بها ويعتبرون حتى الأطفال هي أداة من الأدوات التي يستخدمونها من أجل الحصول على مكاسبهم فهم لا يتوانون عن استغلال الأطفال عن استمرار وتفشي وانتشار العصابات في العراق حتى هذه بالنسبة لهم تعتبر مكسب يستطيعون أن يحصلوا من خلاله على أرباح من المال الحرام من خلال حتى السماح للعصابات في الانتشار في العراق والمتاجرة بالبشر وخاصة الأطفال أو المتاجرة بالأعضاء أو تهريب الأطفال الكثير حقيقة من ما يترتب على ذلك كل هذا هو في الحقيقة ما تقوم به الحكومة وهي في الحقيقة أهملت حقوق الأطفال بصورة كبيرة وأهدرت حقوقها إلى سؤال الأخير دكتورة فاطمة ما الواجب والمطلوب الآن من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لأطفال العراق في ظل هذه المعاناة التي يعيشها الأطفال على اختلاف شرائحهم في ظل بلد يعني موجود في قائمة أعلى ثماني دول عالميا تنتهك حقوق الطفل بحسب تقرير يونسيف المطلوب الآن من أجل تأمين أطفال العراق يعني في الحقيقة في العراق يعني الحل الحقيقة ليس حل مجرد فرضيات ونظريات ويمكن تطبيقها الحل في العراق هو حل جذري خاصة وأن ما يحدث هو أنه مجرد عملية تبادل الأدوار وكل من يأتي هو يستمر في المشروع الذي لا يزال يعني مستمر في العراق وهم عناصر هذا المشروع هو ضعاف فئات الشعب العراقي ومنهم الأطفال من أجل تحطي مستقبل العراق ولذلك في ضمان مستقبل الأطفال لن يكون إلا باستقرار العراق واستقرار العراق هو أن يتم تغيير وجه العراق إلى وجه أفضل من ما يحدث الآن وذلك من خلال تغيير جميع هذه الوجوه والقضاء على من تسبب في هذا الدمار فيها العراق ومنها ما خلفه الاحتلال الأمريكي من عملية سياسية أدت إلى عدم استقرار العراق لحد الآن ودستور منبوذ لا يمت بصلة لما يحلم به العراقي من العيش الكريم في ظل وطن موحد كل ذلك هو يجب أن يتم تغييره بصورة جدرية من أجل أن يتم تأمين السلام في العراق وبالتالي الحفاظ على مستقبل العراق وهم الأطفال الذين سوف يكون لهم كل المكسب الكبير إذا تم هذا العمل من لندن مستشارات المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب دكتورة فاطمة العاني شكرا جزيلا لك